السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وأهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء طبعا في البداية نود القول تأمنوا أبدا اللهم ذكرنا ما نسينا وحفظ علينا ما علمنا وزدنا علمه اللهم خرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم بهذا اليونت رح نتكلم عن بعض الأفعال المساعدة وأستخداماتها فمثلا عندنا الكان والود والآخره وهناك اللي الريكوست والآفر والبرميشن والإنفتيشن اللي هم والدعوة طبعا بالبداية الكان والكود to ask people to do things يعني أول شغلة من أريد أطلب يعني أسأل شيء أو أطلب شيء أستخدم الكان والكود من أقل لك من أقل لك can you wait me a moment please أو could you wait me a moment please هذن كلهن يستخدما للتعبير عن الطلب أو عن فالطلب شيء معين فالطلب شيء معين فدائما إذا عندي فالطلب معين أستخدم هذن الجملتين أو هذن فعلين المساعدين can I have postcard can I do something طيب كذلك عدنا ال may I تستخدم للتعبير عن الرخصة may I have may I go may I study أيضا للبرميشن تستخدم للرخصة البرميشن إذن إحنا بالفداية عدنا لتقديم request طلب أستخدم ال can and could طيب وكذلك يعني الريكوست لطلب شيء معين طيب ولتقديم البرميشن أو لطلب الرخصة نستخدم ال can I أو may I can I أو may I may I have may I go may I do something وإلى آخره هاي صارت اثنيا ثالثا الآن راح نستخدم نستخدم راح نتكلم عن do you mind if I طبعا المي أكثر شيء فورم الله نحن قال عليهم ملاحظة do you mind if I أيضا هذا أيضا هنا يعني لطلب الرخصة do you mind if I do you mind if I use your phone charger أنا أقدر أستخدم شاحن المارت مبايل فإذا do you mind أيضا نكتب عليها ملاحظة تستخدم للبرميشن للبرميشن إذن نعيد مرة أخرى عدنا ال can والكود تستخدم للركوست ال can والكود وقرع بها please وعلامة استفاهم طيب كذلك عندي المي تستخدم للرخصة للبرميشن هاي اثنين المي I و can I طبعا نينات may I can I نينات للرخصة طيب زين وعندي أيضا do you mind if أيضا تستخدم للبرميشن أتأخذ إذن كذلك عدنا للعروض العرض can I help you can I get some coffee أيضا هاي تستخدم للعروض أقدر أساعدك سواحد يسأني يقول أستاذ أنا شو رح أميز بينات من كلهم can I طبعا اللي يتميز بينات من خلال الجملة أس من أقول can I help you يعني بمعناها offer هذا عرض بس من أقول can I go or may I go لا هاي permission هاي permission فالجملة هي اللي راح تبين الجملة هي اللي راح تبين كذلك للدعوة أستخدم what do you like أدعو شي what do you like some coffee what do you like to eat يعني هل تودوا بعض القهوة أو هل تحبوا أن تأكلوا شيئا معنا هذا كل ذه لتستخدم للدعوة أدعو شيئا معي طبعا هنا هذا شيئا راح يفيدكم هنا أشوف can منطق لها مثال I can swim فيقول can تستخدم ability permission و الرخصة request offer منطق ذن استخدامات مثلا can I eat can I eat أقدر وأنا قلت لكم الجملة لها دور الجملة لها دور الجملة بها لها دور يعني مثلا may I ask QI أقدر أسأل لماذا هذا permission رخصة كذلك عندك might قلت لك possibility احتمالية ونطيك 30% يعني احتمالية قليلة جدا هم 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 لربما قد يذهب 30% من يعني احتمالية الذهاب أما المصد فقلنا للإجبار وفي شيء يعني مجبر بي الشود قلنا مع النصيحة أيضا تستخدم مع النصيحة فتنصح شيء فذن بشكل عام يعني أيضا تفيد تفيدكم تفيدكم أيضا ونحاول نقرأ اللي بالكتاب عندنا نركز على الأمثلة اللي عندنا مرة أخرى نسوي مراجعة خفيفة can will could لطلب شيء معين to ask to do something عندنا may I لطلب رخصة may I go may I have عند كذلك do you mind if or is it all right if I كل هذا يستخدم لل permission لطلب الرخصة كذلك عند can I وذكرنا أن can I ممكن تجيني لطلب الإذن وممكن تجيني حتى للرخصة مثلا may I help you can I help you استطيع ساعدك هذا هنا offering هذا أيضا هنا offering كذلك would you like هذا لتقديم دعوة would you like some coffee هل تحب أن تأكل بعض أو هل ترغب بأخذ بعض الكوفي كذلك عندنا I'd like أيضا هي طريقة مهدبة to say what you want I'd like try أيضا I'd like أريد أركز على ملاحظة مهمة نحن لماذا نسولف على ذن هنا جمل شاء يعد الطلاب مثلا give me some water هل تعلم أن هذه جملة خطأ تماما غلط 100% تقول الواحد تقول give me تماما give me some water باللغة باللغة الإنجليزية لا يستخدمون الفعل الأمر حتى يطلبون دائما يسيغون على شكل سؤال can I go can I have something I'd like to go أنا أود أن أذهب أنا أرغب أن أذهب ما يقولون مثلا نحن بالإنجليزي مثلا بالعربي نقول أعطني كلوين من السكر أو أقول أريد كلوين من السكر الآن هذه جملة أمرية أو جملة خبرية أصلا نطلب شيء معين بالعربي بس بالإنجليزي لا يجوز هذا الشيء بالإنجليزي يستخدمون السؤال لطلب شيء معين وهذه جدا ملاحظة مهمة لازم نركز عليها يعني لما نريد نطلب شيء بالإنجليزي لا يصير نقول give me أو I won't لا يستخدمون مثلا هل أستطيع أن أحصل هل تمانع do you mind أود أن أحصل هيتش يستخدمون هيتش جملة فجدا ضروري جدا نركز على هذه الأمور